بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا ما زلنا في رحلتنا يلا نبني يلا نبني يعني تعالوا نمشي مع أولادنا عشان نبني مستقبلهم ونبني فيهم كمان حاجة مهمة جدا جدا وهي نبني زي انهم يستطيعوا انهم يشوفوا الحياة ومش اصلنا نبني ان احنا نفرض عليهم حاجة ولكن اصلنا ان احنا نبني ان احنا هنكون مساعدين نكون معينين نكون نعاون نكون سبب من أسباب البناء عند أولادنا وعشان كده احنا النهاردة هنالكلم في موضوع في غاية الأهمية في غاية الأهمية على قد ما الموضوع يتكلم عن كلمة لكن احنا ما نتكلمش عن كلمة لان ممكن الكلمة دي زي ما بيقوله كده تبقى كلمة تبقى جرح يعني ممكن الكلمة اللي احنا هنقولها دي ممكن تتحول إلى جرح وممكن في نفس الوقت الكلمة دي تتحول إلى فتح الكلمة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة حاجة مهمة جدا واستعمالها محتاج استعمال نبيه عارف جي انتنا ميقولك العربية دي استعمال دكتور احنا عايزين ان الكلمة دي تبقى استعمال واحد نبيه واحد مركز واحد مصحصح فيه كلمة بنستخدمها واحنا بنربي اولادنا بتبقى في احيين كتيرة مرعبة ليهم بيحسوا ان هي بتسلب منهم حريتهم وتتحول من كلمة الى كلمة الى جرح لانها بتسلب منهم رغبتهم في التجربة وفي نفس الوقت الكلمة دي للاباء نغنى عنها ايه الكلمة العجيبة دي في نفس الوقت الاولاد الاولاد ممكن انجرحوا منها لكن اباء محتاجين لها جدا جدا اباء اقصد الاباء والامهات ايه الكلمة دي هي الكلمة العجيبة اللي اسمها لأ لأ اللي اولادنا بيقولوها ان تمرد احنا ما ننفعش نقول لهم تمرد او ما ننفعش نقول لأ عقاب او ما ننفعش نقول لأ عشان نسجنهم او نحبسهم ننلقى كلمة مهمة جدا واحنا بالرب اولادنا وهي كلمة مش جاية عشان نمارس بيها السلطة هي كلمة مش جاية عشان نريح بيها نفسنا لما يوجعوننا دماغنا ولا هي كلمة استسال كمان عشان نريح نفسنا من الصداع ومن الكلام الكتير ولا نعرب من هناء البحث عن جدوى كلمة اخرى فنستخدم كلمة لأة للتخلص من المواقف المختلفة فنستخدمها كبديل دائم بدون ما نفكر في البداية الاخرى او نهرب لاننا مش قادرين نتحمل معاهم تجربة عواقب نعم فكلمة لأة مش كلمة عشان نخلص بيها كلمة لأة كلمة محتاجة نكون مخلصين فيها